أزول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدون بلقيكم جميعا أينما كنتم في الحلقة الجديدة اليوم الأحد طبعا أعرف أن ليس الكل يشتغل اليوم الأحد لأن يوم الأحد عبارة عن إجازة أو عطلة أو راحة يعني فترة راحة خاصة عندما تكون الأسبوع أو يمر الأسبوع كاملا يعني ممتلئا بالضغط والعمل والجدي والاجتهادي وكذا في يوم الأحد لا بأس الإنسان يعني أن يمارس فيه مثلا الرياضة أو في هذه الفترة يعني في الصيف إنسان يذهب للتلزه أو للبحر أو كذا أعرف هذا الأمر وبناء على ذلك في يوم الأحد سوف أحاول أن أضع حلقات خفيفة ولكن انتبهوا وركزوا عندما أقول خفيفة ليس هذا معناه أنها يعني حلقات ثانوية أو حلقات سيئة أو حلقات من درجة ثانية لا نهائيا ومطلقا فحلقتنا لهذا اليوم مهمة جدا 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 سوف أعطيكم فيها معلومات لن تجدوها في المحتوى العربي هذه المعلومات لماذا أنا أتابعها بشغف واهتمام ببساطة شديدة لأنني أنا أيضا سيلر فقبل أن أكون مقدم حلقات أو صانع محتوى على اليوتيوب فأنا سيلر بائع إذن هذه المعلومات أبحث عنها لنفسي في بعض المرات أتواصل مع الجانب وليس مجانا في بعض المرات أدفع المال لأحصر على المعلومة وأشاركها معكم فور فري مجانا وطبعا أعرف أن الغالبية الذين يتابعونني المبتدئين فأنا هنا الدور أو الخدمة التي أقدم لك أختصر عليك الكثير من الوقت وأنا أعيش جيدا ما الذي أقوله أعيش جيدا ما الذي أقوله أختصر عليكم شهور بل سنوات في بعض المرات فركز مع الحلقة جيدا وانتبه لما سوف أقوله وركز دائما وانتبه وخذ بعض الأعتبار أنني أنا أيضا سيلر يعني هذه المعلومات أبحث عنها لنفسي وبعدها أشاركها معكم وكما عودتكم في هذه القناة أشارك المعلومات بكل حب وبكل إخلاص وبكل أمانة لا أريد أنا ليس عندي دورة مدفوعة ولا أريد سوبرشات ولا أريد يعني الانتساب بالقناة لا أنا لا كل هذا أنا في غينا عنه أنا الشيء الواحد الذي أريده وأن تبقى هذه العلاقة بيننا قوية يعني أرى أننا ما رشأ الله يعني الآن نتجاوز المئتان شخص يتفاعلون مع القناة لا أتكلم عن المشاهدات لا أتكلم عن اللايكات وهذا طبعا يحفزني وبناء على ذلك أجتهد وأأتيكم بالمعلومات الحصرية التي لن تجدوها في المحتوى العربي حسنا إذن أولا وقبل كل شيء لا تنسوا الضغط على زر لايك لكي أرى كم عدد أشخاص المهتمين وثانيا كما قلت حلقتنا لها اليوم لن يكون فيها درس تطبيقي يعني فقط سوف تتابع سوف تشاهد سوف تقوم بتسجيل بعض المعلومات إذا لازم الأمر وكفى يعني سوف تستفيد بالنهاية سوف تستفيد بمعلومات حصرية جديدة لن تسمعها في المحتوى العربي نهائيا ومطلقا أوكي حسنا على بركة الله دعونا ندخل في التفاصيل هل منكم ربما سوف أطرح سؤال وأنتم أخبروني ما رأيكم أو هل طرحتمه من قبل وهل عندكم جواب تقريبي له وفي الأخير سوف أعطيكم جواب نهايي جميعنا نعرف أن منذ سنة ونصف أمازون أتكلم عن الكي دي بي حصرا في الكي دي بي أمازون قالت لنا إذا كنتم تستعملون الذكاء الصناعي أولا في الصناعة على مستوى الكلatif أو في الأنترير أمازون قالت لنا إذا كنتم تستعملون ذلك فأخبروني ثانيا إذا كنتم تستعملون الذكاء الصناعي في توريد العنوان أو الفراح أورو Un Who Description فائكد كذلك أخبروني وأخبروني بأي درجة تستعملون الذكاء الصناعي هل كلياً جزئياً نسبية هذا منذ عام ونصف أمازون حدث هذا التحديث أو هذا الأفضايت حسناً في نظر لكم لماذا أمازون قامت بذلك يعني منذ سنة ونصف تقريباً يعني ليس هناك مستجد يعني أخبارتنا أو طلبت منا أن نملأ تلك الخانات الخاصة بذكاء الصناعي ولكن لم نعرف لماذا وكيف وكنا نتساءل في البداية يعني أنا ذاك هل هذا سوف يؤثر في البيع أم ربما أمازون قامت بعمل هذه الحيلة لكي تغلق لنا حساباتنا ربما جميعنا تسألنا تلك الأسئلة ولكن الآن حالياً في نظر لكم لماذا أمازون قامت بذلك حسناً سوف أعطيكم الجواب لأن أمازون تيلة هذه المدة كانت تطور شيء جديد اسمه كوسمو حسناً سوف تتسألون الآن ما هو هذا الكوسمو وما حلقته بالموضوع هذا الكوسمو هو إبارة عن أداة تعمل بالذكاء الصناعي مثلاً في توليد الصور عندنا ميجورني عندنا إديوغرام في مثلاً توليد النصوص عندنا مثلاً طبعاً عندنا تشارجي بيتي رقم واحد ثم بعد ذلك بعد مثلاً في رقم اثنان وطبعاً هناك الذكاء الصناعي الخاص بميكروسوفت كوبي روت وهناك الذكاء الصناعي الخاص بجوجل وهو جيميناي إلى آخره يعني هناك في كل نوع أو في كل مجال هناك شركات أمازون بمنتجها الذي يسمى الكوسمو هذا الذكاء الصناعي هو عبارة عن أرغوريتم ركز جيداً أرغوريتم يعمل عن طريق طبعاً يعمل دائماً عن طريق الذكاء الصناعي جديد خاص فقط بالتجارة خاص فقط بالكوميرس أو بالإي كوميرس بالضبط خاص بأمازون يعني بمنصة أمازون الذي يحدث أو الذي سوف يحدث طبعاً أمازون أصبحت يعني على 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 كما نقول قريباً من نهاية هذا المشروع ويعني وضعه أو يعني استعماله في منصتها وآن ذاك سوف يخلق الفرق إذن عندما طلبت من أمازون منذ سنة ونصف إدخال بيانات أو معلومات خاصة بالذكاء الصناعي يعني هل استعملتموه وكم النسبة وهل في العنوان وهل في الديسكريبشن وكم النسبة هل قمت بالتعديل وكذا يعني كل تلك البيانات والضغطة التي جمعتها أمازون طبعاً كانت تستعملها في أمازون كوسمو يعني في تطويره لأنه الذكاء الصناعي ما هو إلا عبارة عن أداة تتميز بخاصية قابلية التعلم يعني عندها إمكانية التعلم والتطور الذاتي إذن هذا قم في الأمر بكل بسطة الآن في هذه الحلقة أريد أن أعطيكم قناتين تابعهما أنا كما عودتكم ليس عندي شيء ما اسمه الاحتكار أنا لا أحتكره ولا أدعي التميزة بل أدعي أنني أخلص النية في العمل يعني في مشاركة المعلومة وكذلك يعني لا أحتكر أنا هذا الذي أتميز به وفقط إذن تابعوا هذه القناة الأولى سوف أشاركها معكم خاصة بهذه الفتاة لأن تقدم كونتنت جيد جداً صراحة تقدم كونتنت جيد جداً أنصح بيه وكذلك تابعوا هذه القناة طبعاً هذه القناة تتميز بكون أنهم يقومون باستضافة أشخاص يعني متخصصين في المجال هذا هو الامتياز الذي تتميز بهذه القناة تسمى سيدر سيزن طبعاً كما قلت يستضيفون أشخاص متخصصون في المجال وهنا كنت قد قمت بتسجيل لكم بضعة أجزاء لهذا الحوار الذي دار الذي كان طبعاً حول موضوع الكوسمو كانت فيه مجموعة من المعلومات وخاصة كيف أنهم سوف ينتقلون من النظام أو الأرغوريتم القديم الذي هو الـ E9 إلى النظام الجديد الذي هو الكوسمو وكيف أن الكوسمو سوف يكون طفرة نوعية في أمازون وكيف أن هناك كتب سوف تبدأ بالتبيع يعني كتب سوف تبدأ تبيع وهناك كتب كانت تبيع لن تبقى تبيع إذن هذه التفاصيل كلها سوف أحاول أن أضع لكم الفيديو أحاول أن تبقى تبيع تبقى 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 تقول تجاديو تحرك رجل وما يستمتع بما فيول يستمر تحرك رجل وفي تبقى تبيع ازجاج وفتقى تبقى تبيع المتابع تحرك رجل بالتفاصل الأولى يتبقى تحرك رجل you've got experiential stuff and you've obviously been in the trenches a lot with catalog work and had a lot of clients and then it's just testing and seeing what happens let's maybe start out with I guess maybe the old way or what for a lot of sellers is the current way that they think about optimizing their listings kind of how that looks today or at least certainly the most recent past the last couple of years we don't sell products on Amazon we sell keywords this is a saying in the industry because Amazon ultimately is the biggest product search engine in the world and you are bidding or fighting for keywords you need to optimize your listing your copy titles, bullet points, everything based on that keyword that you want to rank for that's how you sell to the system because that's the other thing that we really need to understand our first real customer is actually the Amazon's algorithm we need to sell to the algorithm so the algorithm can go out and push us to the customers that are looking for something that looks like our product or so the algorithm can go out so the first thing we will notice that the algorithm is changing so the algorithm is changing so the algorithm is changing and it's a way like this lady who said it that it's in the past or not in the past but in the past in the past we will buy the word the word and not the values and of course that is correct لأن الألغوريتم القديم أو الحيث القادم وحاليا ما يزال شغال حدود الآن إذن الألغوريتم الموجود حاليا هكذا يشتغل يشتغل بنظام الألغوريتم هذا هو التقليدي معروف يعني في جميع المنصات حتى الاسيو يبنى على هذا الأساس يعني لمستوى الكلمات المفتاحية لأنها أسهل طريقة لكي يصل العنكبوت الزاحف إلى الشيء الذي يعني يعني وضعه أو الذي برمج عليه أو الذي يعني الران الذي قام بعمل يعني الباحث الذي قام بعمل ران لذلك العنكبوت الإلكتروني أو الزاحف يعني على أساس هذا الغرض يعني تعطي كلمة مثلا بيست وتقول تكتبها في محرك البحث ثم تضغط على إنتر ثم ماذا يحدث يبدأ محرك يعني أو العنكبوت الزاحف يبدأ بالبحث على أي كلمة موجودة في تلك المنصة التي فيها كلمات مثلا كما قلت بيست هكذا كان يعمل عن طريق الكلمات المفتاحية ولكن مع الكوسمو الأمر سوف يختلف سوف يختلف هذا الكوسمو سوف أعطيكم بعض النقاط التي سوف يقوم بالبحث فيها أو يقوم أو التي سوف تكون مغيرة هذا الكوسمو سوف طبعا يتم ربطه مع الداتا باز هذه أولا يعني قائمة خاصة بالمعلومات أو نعم يعني داتا باز يعني ما كان فيه معلومات كثيرة جدا يعني من أين تأتي المبيعات مثلا ما هي الأجهزة المستعملة مثلا التي تحصل على مبيعاتها يعني هل هو الجهاز أم الطابلت أم الهاتف إذا كان الهاتف أي نوع من الهاتف مثلا أي سن مثلا يعني سن المشتري مثلا كم هو مثلا الأنترنت المستعمل أي شبكة هل بالواي فاي أم بالداتا مثلا زائد هذا من جانب من جانب آخر زائد التعليقات حتى الريفيوز يقوم هذا الكوسمو يقوم بتحليل حتى الريفيوز لكي يعرف كيف علق الناس وبناء على ذلك يمكنه إصدار يعني قرارات جد معمقة ليس هذا فقط بل يمكنه تحليل الليستنج نفسه وبناء ليس تحليل يعني بسيط يعني فقط كما قلنا عن طريق الكيوز لا تحليل يكون معمق أكثر يعني اللعبة سوف تتغير كليا وجذريا Like like our product Then we talked about also the backend attributes it is not only the things that you put in the front end for the customer to see but also their search terms and the little things that you can put on a plug file for example in the back end that make you rank so if you go to the generic keywords or search terms or however it's called in your category you'll input there your most important keywords and the system will say like okay this is what the seller wants to rank for and that's what they're going to prioritize الم Eliot في المتابعة حاجة المتابعة من السنبات وكبت لإمكانية تحرير الخامج وإنه نرد مددهم أبدو الأمور الأمور بالأمور بكتابعة من السنبات كيوارات، لديكيوارت PlayStation ولزغير مددينات ثم المتابعة من السنبات وكبت لتكون السنبات وإنه يجب أن تحريرك وإنما جميع أنت نتيار مدد الأمور المترجم للتجارة الالكترونية خاص بأمازون فقط يعني أو ربما قد يتم بيعه في مباعد لا أدري صراحة لا أدري ما كيف سوف المهم حاليا هو مطور لأمازون أو أصلا أمازون تطويره لنفسها دعونا نكمل ونرى وطبعا كما قلنا أنه سوف يغير أو سوف يقوم بأخذ مكان الارغوريثم القديم وهو الإنين إلى سوف يصبح تبعا الكوسمو فبالتالي كما قلت هناك أشياء كانت تباع في السابق أو بالطريقة القديمة الآن لن تصبح لن تباع وهناك أشياء يعني لم تكن تباع بالطريقة القديمة والآن سوف تصبح تباع لا أريد أن تكون الحلقة طويلة لذلك سوف أكتفي بهذا القدر ولكن أعيدكم أن أينما كان جديد أو مستجد أو تحديد فسوف أكون أول من يخبركم وأول من يشرح الموضوع لأن أتابع الموضوع بشغفين كبير جدا يعني عند اتصال مع بعض الأصدقاء الذين يعني إذا أغفلت أنا فهم لن يغفلوها يعني كن أكيد أن في هذه القناة سوف أشارك معك سوف أكون أول المشاركين ليس فقط في المحتوى العربي ولكن في العالم كله سوف أكون أول من سوف يتحدث على تحديثات كوسمو الخاص بأمازون وطبعا هذا من جانب ولا تنسى كذلك أنني سيلر من جانب آخر فبالتالي أينما وجدت هناك تحديد إذا رحظت أن الألغوريتم قد تغير أو أن هناك شيء ما مريب يحدث فكن أكيد أنني سوف أنزل حلقة بشكل مباشر وهذا الذي عودتكم أصلا منذ سنة أو سنتان وأنا دائما يعني أينما كان هناك مستجد فأكون دائما السبق له هذا كل ما في الأمر لا تنسوا متابعات القناتين التي شاركتهما معكم لأنهم قناتين مهمتين صراحة هذا كل ما في الأمر شكرا جزيلا لكم الحسن لمتابعة وإلى اللقاء